بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وما ولاه أحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة من برنامجكم اغتنم شبابك موضوعنا اليوم وحديثنا عن الشباب والصحة الجسمية لأنه كثيرا ما نتحدثوا على التربية نقولوا ديما التربية صحة نفسية وتربية متعلقة بالتوجيهات ربما يخلينا هذا في بعض الأحيان نغفلوا على التربية الجسمية التربية المتعلقة بالجسم متاعنا أكيد أنه دينا مركوز بهذه المعاني اللي فيها محافظة على الجسد حث على الرياضة أنه نبعد على كل حاجة الضر الجسد من مسكرات أو ما كل ما يذهب العقل أو أنه حتى يضر بالجسد بصفة عامة ففي المعنى هذا إن شاء الله بش نتحدثوا يكون معنا الشيخ عبد الفتاح مورو سيدي مرحبا سيدي مرحبا تحية طيبة سيدي وكل عام تم حين بخير ربي فضلك كذلك الشيخ الشاب المنشد علي بن صالحة مرحبا بيكم شكرا لك طيب شيخ علي بن صالحة أنا في كل حلقة نستفتحه إن شاء الله بيوصلة من عندك بإنشاد بشني بش تكرر معينا اليوم سيدي ترى مدح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عذرا رسول الله لو قصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصفا قصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصفا جاءت قديما ذروة من نوركم قد جمل الله منها يوسفا والله 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 لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما كفى والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى والله لو جد العباقر كلهم في وصف أفضال له لن تعرفا الله الله شيخ علي بن صالح هذه الصحة ما شاء الله طبعا حديثنا مهم جدا شيخنا كما قلنا في البداية عن الصحة الجسمية والنبي صلى الله عليه وسلم كيفاش ربنا نشعل أنو يهتموا بأجسادهم كذلك مرة النبي صلى الله عليه وسلم مرة على الصحابة وهم ينتظلون يتسابقوا بالرمي فقال قبيلا من بني أسلم فقالهم أرموا فإن أباكم إسماعيل كان راميا فقالوا بدأوا بشيرميوا فما وقفوا ما حابوا شيرميوا قالوا من نبي صلى الله عليه وسلم مش بكم مرميتوش قال يا رسول الله كيف نرمي وأنت معهم قال لا أنا معكم كلكم حتى أنو كذلك ورد فأثر قيل عن عمر بن الخطاب رضل عنه علموا أبناءكم السباحة والرماية وركوب الخيل فإنن نحافظوا على هذا الجسد هذا الأمان اللي أعطينا ربي سبحانه وتعالى كيف نحافظوا على النفس وعلى التربية نعم هو حتى فما حديث على كل حال هو من الصحة بمرتبة دنيا باحتراز نقدموها باحتراز لأن كان بطل الجزيرة العربية في المصارعة واحد اسمه روكانة والمصارعة وقتها يأخذوا جلد متع جمل مزال كتن حر طري مزال يقلبوا الشعار من اللوطة والبقعة اللي تتزال مسك اللي فيها هاثار الحم والدم من فوق ويقاتل عزوز فوق منها أشكون يطيح صاحبه سيرو كان هذا عرض عليه الإسلام وشاف سيدن بي صلى الله عليه وسلم قال كانش إذا صرعني نسل فعرض ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل مصارعته وتصور سيدن بي صلى الله عليه وسلم وما أدراك يصاري عركانة ويصرعوهم بعد يدخل الإسلام لكن المشهد متع المصارعة اللي احنا مناش قبلينه في إمام حمتنا إمام حمتنا لو كان يناح يجب أمتاعه ويعمل هكا نعم ونقول له لو خرجت على الأداب وخرجت على المألوف النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يسابق عائشة لو كان واحد يعمل هذا مع زوجته كان يسابقه هوتو سابقه سابقته وسبقها نعم ويسابق تصور أنت سيدن بي أو فين يسابق فيها في الجامعة في البرة في البرة نعم في الحومة البرة يخرج هوه زوجته ويتسابقه تقول لي أنت الشباب والصحة هو من طبع الشباب وإز الشباب فرحان بروح أن يحافظ على صحته لأنه فرحان ببدنه لأنه نهار كله عنده الرمانة وعنده اليد وعنده الساق وعنده الوجه والكرومة ويتحمل ويهزل أثقال ويجم يجري بطبقه هذا الإسلام شجعنا على هذا واجعل من واجباتنا حيال أبداء حيال أنفسنا أن نعتني بأجسادنا وإذنك ما عنديش الحق مش ناخد سكينة وليش رح يدي ليد هذيك مش متاعي أعطيها لي ربي حرام عليها هكلي ساعات يتغشش هو وعائلته لاشنو نجي شلط إن شاء الله شلط بدنه وعلي مين وعلي ساعد ما يجوزل ناش هذا لأنه هذا اعتداء على أمان أعطاهنا رب ولا تقتلوا أنفسكم وعلى هالمعنى هذا يولي تشجيع شبابنا على الرياضة أمر ضروري لكن في المقابل عنا سلوكات شبابية من شأنها أن تقضي على الرصيد الأساسي أمتاع القوة الصحية هذه إحنا الآن مهدين في أولادنا بالصهرية في غير بقعتها مهدين في أولادنا بتبلبسوا الماكلة قاعدين نشوف أولادنا الآن يبجبجوا أولادنا قاعدين يأكلوا في نوع متع طعام اللي ما يتمشاش والصحة وقاعدين نشوفها اللوبيزيتي هالسمنة المفلطة اللي قاعدت تتوجده خاصة عند الشباب وكأن المثال اللي قدمهنا الغرب في أمريكا وغيرها هو مثال يحتذا في هذا الباب جلهم مرضى بهالم مجموعة الدهون اللي يكلوها هال اللمجة استهلاكية هاللمجة الاستهلاكية هذي سمعه لمجة خفيفة واللي أصبحت هي أصل أصل طعام تحوه هذا يلزم نرده بالنا منه يلزم كل كل عائلة تعس على ولدها إذا كان زاد السمن متاعه زاد الميزان متاعه فورا نمشيه الأخ الصائي في التغذية باش يهذب له السلوك متاعه الغذائي هذا ضروري لابدنا منه لكن فيما حاجات أخرى قاعدة تأثر على صحة أولادنا المسكرات بارك الله فيك المخدرات اللي هي حافاكم الله وحشا مني عدي ما نقولش الكلمة الأخرى زعاف قاعد يدخل على لبدان قاعد يأثر عليه صحيح عند هرنة كثير من الشباب متاعنا يحب يذوق ولا ومرع يحب يعمل الفيس ولا ومرع يعجبو ويعتبر ذلك رجولة وكان في عائدنا أحنا يبدأوا صغار من أمثالنا نبدا ونتلوسقوا في بيت الراحة متاع المدرسة أشكون منهم يلقى ربوع سيجاره يجبد نفيس ويمشي ويروح فرحان ويضرب على صدره لأنه ولا راجل لأن اقترنا السيجاره اقترنا بالرجولة رمز الآن ما عايدش اقتران بالرجولة بالحياة الطبيعية قاعد نشوف الشباب الآن يطالبوا بيرفع الحجر والملع على المخدرات وخاصة لدروك دوس هذه الخفيفة واللي ترتب على ذلك أن مجموعة كبيرة من شبابنا اللي بدأوا بهذه أنواع متاع التكروري من صنف باء اللي هي خفيفة الآن دخلوا إلى صنف آخر لأنه لما عادش تكفيهم دخلوا لاستعمال لحرابش إدمان إدمان ولا ولا حرابش وحرابش فيها مضرة وحرابش تأثر على السلوك ولينا نشوفه أصبحنا نشوفه نوع متاع جرائم ميش حادية تماما وقت اللي نسأل الأطباء ونسأل الخصائين قولوا كيفاش واحد يأتي جريمك مقرفة كيف نهابي يقول لي أن هالنوع متاع الحرابش هذا يجعلوا كي صيد بوجلادة يبدأ هاجم على صيد وإسخار روحوا باش يحطوا في مكتوب ويعافس عليه يبساقوا معاش يخشى المخاطر لا حول معاش يعمل الحسابات لذا نقول وأنه الخطر في أن نزاول هالموبقات هذه متأثرة على أبداننا بعض من أولاد نقول لنا والله المخدر ليس كي شراب الشراب خاصة البيرة يكونوا عيطة وزيطة والإنسان خليه منتشي يعني الشراب عدواني أما المخدرات رأي كلها ودوء لأنه يقعد يستسلم يقول لي يرى وشاه بندر التجار ويقول لي عنده ودرش على المين وعلي صار بناتي مسدوله في سقيه وعنده كاراب روس رويس توصله حتى للفرش ويحش في روحه ملك زمانه عادي سوعتين ثلاثة سوايا ولذلك ما تحرمونا شي من حقنا في الحلم نقولوا لأولادنا نقولولهم اختاروا بإرادتكم وقدرتكم على الفهم ما تكونوش يئمعة اتبعوا في غيركم معظم اللي يقع في هالباب هدايا موش اختيار ذاتي فما الناس الآن قاعدين يفسدوا في المجتمع فما الناس قاعدين يكونوا في ثروات بش يجلبونا هالمخدرات هذه وأصحبه ملاكة كبار وأصبحوا أصحاب قوة هو ما يتكيفهاش وميخليش أولاده يتكيفوها ويبعث الولدي من اللو اللي يعطيه جونتا بلاش يعرضوه في الشارع يعطيه جونتا بلاش باش يعاودوه بيها ومبعد يحلبوه ويمصولوا الدم متاعه ويهلكونوا قدراتهم كنيات لا حاوله لا قوة هتخل ناخد وراي شاب في هذا فاش في التكروني يتكيف لا ناخد وراي وفي الناس يتكيف في التكروني طيب يعني كيفش الشاب ترى انتي يكون حسب رأيك شنو اللي بشي يخلي انه في كل لحظة الضعف الاولى يعني انه كل مرة الاولى اللي يجرب فيها ومبعد يحصل كما قال ابدا يبدأ بصنف با ومبعد يوصل شنو الحاجة اللي ربما تخلي الشاب انه يضعف برغم انه فما الاغني فما الفقير فما اللي صحته لباس فما اللي ربما يكون مريض كل يعني ربما الشراح موجود انه فيش اللي يغلط يعني شنو الحاجة اللي تلعب عليها الناس اللي تحاول انها تغري الشاب مش انه يولي يستعمل مخدر من المخدرات او انه مادة مسكرة بصفة عامة اول شي سبب المشاكل هذي الكل اساسا هي الفراغ الانسان يبدأ عنده فراغ في الوقت فتولي جيها فكار باش يعمل هذي ويجرب هيك ويعمل يعني شنو تنصح الاولياء خاصة الاولياء احنا نحكي وانا نعرف برشا ناس اللي هي يعني حياتها تحطمت جرة هالمخدرات يعني يكون انسان يكون انسان عادي يكون عنده وظيفة ولا يكون يقرأ ولا مبعد يخسر هذا الكل ونجم يخسر حتى عائلته نجم تصير له مشاكل ويخسر يعني مستقبله ويخسر كل شي بجرة هذية اللي تحكي انتي جرب مرة ويحصله وقعد يعني غلط وجرب يعني ماذا بيه فرصة او احنا في شهر رمضان يعني الشياطين ان يقرأ ايه انت مصفد الشياطين فالانسان يحاول يدرب نفسه وانه يبعد على اشياء هذية فيستعين او الشي يعني بالصحبة الطيبة ديما يتخير في صحابه على اقل واحد يصلي يكون انسان يعني يصلي بشي هزه معاه للمسجد يعني ينوى على انش تمتاعه ما يقعدش ديما في القهوة وديما في في الحومة قاعد مع صحابه فهمتني وكان المصايب تجي وراهم بعد لاشي هذية يعني يعني يعبي وقته بحاجات تنفع وانحنا نحكي وعالرياضة يعبي وقته بالرياضة ايه بالطبيعة ما فيه بس يخرج ايه بالطبيعة نعم الرياضة فيها بس الانسان يخرج خاصة انت وانحنا في الحجر هذية فهمتني فالانسان يعبي وقته بحاجات تنفع وفي الدنيا وفي آخرته ان شاء الله ايه سيدي كما تحكينا على الرياضة الجسم والمسانية التي تهير بالجسد متاعه كيف تسمعنا حاجة خلينا نعمل رياضة روحية ان شاء الله معك مالك الملك هبلي منك مغافرة مالك الملك هبلي منك مغفرة تمحو ذنوبي بهذا الخوف والندم أنا صنعني صانع حاضر ناظر صاحب المعروف أنا صنعني صانع حاضر ناظر صاحب المعروف والعبد إليه راجع هو رحيم هو كريم مورو صاحب المعروف الله الله شيخ علي يعطيك الصحة ماذا بنا لو كان نزيدوها أسرحنا معاك في هذه الرياضة الروحية اللي عيشناها معاك ربي بارك لك ورب يوفق مارك الله يأتيك الصحة شكرا لك أيضا شكرا لك شيخ عبد الفتاح مورو مازلتم مواصل معاك إن شاء الله في الحلقات أخرى إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله عزينا المشاهدين شكرا لكم قبل أن تختم طيب تفضل هو قال لي قال لي على الحل عطاك ترى تعلموا بقات هذه اللي هو هو حل التعويذي إحنا من معوش أولادنا إلا إذا كان عوضنا لهم عنا كنا صغار كانت عندنا البطحة الناس كل تلعب الكرة في البطحة الروحة لدينا وقد انشغلنا بأمر يبقى لنا وقت القراءة نقرأه ونرقده على رواحنا طيب اليوم يلزم الرجع إمكانية للشباب متاعنا في النوادي الثقافية والنوادي الرياضية ونوادي السينيما ونوادي العلم والمعرفة يجتمعوا فيها باش معادش يتوجهوا إلى حشاكم مزبلة ويقضوا فيها باش يتكيف وجودها شكرا لك شيخ طبعا هي القاعدة الفقهية تقول أنه من منع دل على مباح شكرا لك عزيزينا المشاهدين هكذا نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة إن شاء الله معادنا يجدد في لقاء قادم إن شاء الله وإلى أن نلتقي إن شاء الله في حلقة المقبلة من برنامجكم اغتنم شبابك أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر